السلام عليكم الابناس مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد اتمنى يلقاكم انتم في احسن الاحوال وانا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو عادي نشارك معكم الحقيبة الابن ديالي والردع وكذلك الحقيبة اللي تحتاجها كل ام عادي نشاركها معكم واتمنى اتنا الاعجاب ديالكم هي الحقيبة وفي نفس الوقت كتكون تولي بحال نموسية صغيرة ولا المهد ولا باش ينعز فيها الابن ديالكم خصوص اللي كنتوا خارج المنزل ضروري تحتاجوها باش ينعز بكل راحة او مسافرين كدلك اذا كنتوا مسافرين يعني تحتاجوها هاك كما راك تشوفو هنا هذه الحقيبة فيها بزف جيوب اللي ضروري اي طفل كما نعفو جامعين كاملين يعني الطفل الراضي كيحتاج بزف احتياجات ضرورية لتغيير الملابس او الكوش البابرونج احدو يعني كتهزهم هاد الحقيبة وفي نفس الوقت كتولي فين ينعز كتولي بحال المهد فين ينعز كما راكو تشوفو معايا هنية فيها واحد السنسلة هنا في الوسط ما بين دكو الجيوب اللي ينعز فيها الولد تحلوها هاكو كل سهولة هالطريقة كتحل وينعز فيها الابن ديالكم او الراضي خصوصا لكتو خالي اللي منزلك ومطلكم وخايير النهار هاكا ولا يعني ضروري يحتاج فين كايين عيس ولا تحطيه معتقى هزته النهار كامل يعني جد ناسيبة الاي راضع وكذلك سهلة سهلة تحملوها معاكم يعني مكش لاب لاصلحة شي حاجة باش يترفض هاك يعني زوينة وفي نبس الوقت سهلة تسطبيق وحتاج تحميل باش تحملوها معاكم حاكا وهاكا تجميع كل سهلة ونقفلو فلوس دكس مسلا الموجودة ونطويوها بدك جناب وكتولي في نفس الوقت سلاك كما هكا ركو تشوفو معايا هنا فيديو كنتو هاكدا وقفلها هنا في وسط يعني تدخلها في الجنة وحتى الثامن يوجد ثامن باهد يوجد ثامن مناسب انا ضموضتها بامازون كما تشوفوا معي فيها هذا الجوج الوان كان هاد اللون واللون الخور بلومارين ولكن ما بقاش بقية هاد اللون عادي نشارك معكم دوقا يعني وشنو موجود فيها ديرين هاد جيب تاع البيبرون اللي كي يجي لداخل باش تحط فيه البيبرون هاد الاحتياج اللي موجودة لداخل في الساك هنا هادو باش لخرجنا ولا كنديرو فيهم ما نقدرش نرافهم معنا الحليب كامل كنديرو هنا هادو عبارة الاحتياج بكل بابرون حقاش القوطة يكون كبير كان ندير فيها العبارة اللي كان ندير الطفل ديالي وكان اخدو هكا بكل سور ما تاخدش بزيب البلاث هادو هادو البواطات الصغار تاع الحليب رامي تبع في كل بلاثة كل بلاثة في المجازة وكل شي وديرات له هادو جوج تاع الرياقات كما عفو الاطفال صغار مكنوا عز جدد كي يردو بزاف كل خطا كي يردو كتقيه كل شي كيتقيه دير هادو الستين كما تعفوه تاع كل شي مع هالي كمبخيس هادو بضروريات لعش كي يكون عندهم ديك السرر كي يكون خطا كي تتزينفكته هادو هادو بسبتين ودير هادو باش نتوعو البيبي الصغير ها كمين يكون ديركا هادو 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 بح الماء كتب أمس من الليلانجات أنا ما كان استعمل بضطة صغيرة لاليلانجات كي أستعمل هادو ديرت له هال اللعبة خمي عاش في اللعب مازالة اصغير هادو تاهو انا اخدوهم انا ملك ليخ تاهو بحال دك كي جنة وايون هادو هادو مان في الزقين ما حتى شي حاجة تقدري تستعمليهم انا كان في الزقين كان بسحلو بيهم التحت وفي نفس الوقت قدري تستعملهم هكا تمس حلو بهم وجههم وملا معقش ماشهم في الزقين بحالة لانجيت هادو احسن ورطب و جيوب اخرين عود فيه يعني فيه بزاف جيوب هادف هزين انا عجبني الحقيقة نحقاش كايرفد بزاف داري تخلو فيه هادلي كوش نخرجو لها هكا داري بتغير داريت له هاد البودية هادو واحد اخر باش يلا تقيا ولا هكا هاد المرة تيخرج لهم تابي بي ولا إلا كنا ما زيرناش ولا يعني ضروري تداري هلو باش تسبت دليلو هكا ولا باش تلقيهم في سهولة دايما نخص يكونوا مرافقين معانا فكما مشينا تصوصوا الاطفال الصغر هكا الردع داريت له هاد البونية صغيرة لاحقاش هنا عندو كراه لنا الحرارة ولكن بعض المرات كيتغير الجوب بسرعة داروري إلا كالبردولان وطولوا وديناتهم هكا صغار كنوا فيهم حت الحاسية في السكا يمرضوا ولا يطحوا يعني يمرضوا يعني يمرضوا من الأحسان يخصين ديروا احتياطات ديابنا داريت له هاد دودو وحاجة اخرى ديرا لها كاللي بستعملها لاتيتين كاللي بستعملهاش هنايا يعني تهي مزيانة واخرى انايا ما استعملتها تقلبنا الاطفال لالخرين بسرح هذا استعملتها له هي بعض المرات كيتكون يعني يجيب بلاسة مكان عام ولا كي يكون يبقى يأكل ولا ما يتقدر يتخرجه بش تردعه لقد كان ردعه كنستعمل بيبروك جوج ردعه طبيعية وصنعي جوج نفس الوقت اللهاية تهنيك شي شوية خصوصا يكتفش بلاسة بعيدة يعني ما تقدرش تردعه وخاتر بيبروك بعض المرات ما تكونش مراحفق بعض المرات ما تكونش عن ذاك اللهاية وبعض المرات وخاء يكونوا شبعانين كالين وشاربين ونقيين يبقوا يبكيوا هكا يعني ذاك اللهاية تهنيك شي شوية قوي سكته هاي سكاتها كان يقولوا سكاتها يعني كان تهنيك شوية تسكته بعض الشوية وصنع في هادهوما يعني الاحتياجات اللي كان أنا كان رافقهم معي فيما مشيت انتع الطفل ديالي يعني بدروريات لكل طفل وكل أم تكون خارج المنزيل هكا وانتع الطفل الصغير هادهو من الاحتياجات ديالول اللي ضروريين ترافقهم معها فيما مشيت وهاد السكات هو اللي هي في الحق يهنيك فيها بزاف جيوب اللي عادي عمره تعمري كل شي ويقاء الخير وفي نفس الوقت فيها باش نعسي هلا كنت يخال المنزيل وخاتت باتي على براء ولا يكون يعني يرتاح فيه وما تخافي شغي بأي حاجة كي نعس كل راحة وكل شي وهذا هو الفيديو اليوم اللي شاركته معكم نتمنى يكوننا الإعجاب ديالكم وكل أم عندها الطفلة الراضيع عادي نحط لكم في صندوق الوصف السيت اللي خديت منه ها الساك ان شاء الله تلقاوا هنا الإعجاب ديالكم وتقدروا تكليكي وعلى صندوق الوصف بعد يتلقاوا تدخلوا وتختاروا الساكي اللي عجبكم وتشوفوا تهتمان دياله راه تمان مناسب جيد مناسب والامتازة ديال ها الساكي يعني رائعة وانا عجبتني حقيقة وما كيقبتش الوقت باش عدي يوصلك للضع واحدة أنا يوصلني قعدة سوقلة خمسيام أو ستيام 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 نحقاش تلقاتني الويكند سبته الحد وهذه هم الاختياجات واللوازمة عكل الطفل وأترككم في رعاية الله في فيديو آخر إن شاء الله وما تنسوش لايك الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة